السلام عليكم أعزائكم مشاهدي ومتابعي قناة الأيام وحلقتنا اليوم عن مباراة كأس العالم المجموعة الخامسة اللي يضم إسبانيا كوستاريكا ألمانيا واليابان إسبانيا واللي ألمانيا من أوروبا وكوستاريكا أمريكا الجنوبية كونكاف اليابان تنثل آسيا اليوم كلامنا راح يكون عن إسبانيا إسبانيا يعني اسم كبير واسم لامع وتاريخ عريق إسبانيا بطلة كأس العالم 2010 وهذا بحث ذاته كافي الكل يتابع الدوري الإسباني وعنده معلومات كافية وعميقة عن الفرق وعن اللاعبين إسبانيا عندها 14 مشاركة في نهائيات كأس العالم معناه يعني لعبت أكثر من 59 مباراة في هذه النهائيات عندها أكثر من 30 فوز وعندها 15-14 تعادل وحوالي 20 خسارة لها تقريبا 98 هدف وعليها 70 هدف يعني بحث ذاته الأرقام هي دليل واضح على أن الأسبان من الفرق الكبيرة والمميزة في النهائيات والإسم كبير عندها في أمم أوروبا أيضا من الفرق الكبيرة في أمم أوروبا الإسبانيا في كأس العالم وفي أمم أوروبا ألقاب عدها ثلاثة كبيرة هي يعني قلنا أمم أوروبا عدها اللقب الوحيد اللي حصلت عليه كأس العالم 2010 ولكل يذكر الأحداث مونته إسبان أشهر ما يكون عندهم لاعبيهم ودوريهم ويختب أفضل لاعبي العالم دائما حاليا يقود الفريق المدرب الإسباني يويس أنريكي هو لاعب سابق في ريال مدلد وفي برشيونة والكويرفا الفريق الإسباني يضم مجموعة كبيرة ونخبة طيبة من اللاعبين والنجوم اللامعين يعني ابتداء من الحراسة إلى خط الدفاع والوسط والهجوم سيمون في الحراسة وعدها كزبلي كويتا في تلسي وكارفخال ريال مدلد وألبا برشيونة وقاريسيا بوسكيز كوكي لورنتي سارابيا أسينسيو لورنتي القائمة طويلة وأسماء كبيرة أعتقد الفريق الإسباني من الفرق المرشحة وصول للنهائي وأيضا دائما هو دائما فريق قوي وحصان أسود في كل البطولات إذا انتقلنا للفريق الثاني في المجموعة بعد إسبانيا هو كوستاريكا نحن نأخذ التسلسل باعتبار ألمانيا واليابان أيضا بالتسلسل حسب المواجهات المباشرة راح تكون داخل المجموعة فالفريق الثاني كوستاريكا هو يمثل أمريكا الجنوبية فريق المشاركة كونكا الفريق الكوستاريكي عنده أربع مشاركات سابقة هذه الخامسة له في كأس العالم منذ عام 1990-2008-2006-2014 إذن هذه المشارات واضحة أن الفريق الكوستاريكي في تطور مستمر ومتابع مواصل لمسار الكرة العالمية والنهايات ووصولها للنهايات لعب في النهايات أكثر من 15 مباراة في النهايات عنده ستة فوزة خمسة عادل وثمانية خسارة يعني سجل أكثر من 17 هدف عليه 23 هدف على حد آخر بطولتين في كوبا أمريكا عدة خمس مرات يعني مشاركات وخمس نهايات وصولها للنهايات في كوبا أمريكا باعتبار القرى يعني تقضم فرق المشهورة كالبراديل والأرجنتين وبيروشي فداما كوستاريكا أصبح من الفرق المتطورة والمنافسة في المباراة استعدادات الأخيرة يعني إحنا نتعرف بعيد علينا فريق كوستاريكا معلومات عنه مو قوية جداً كما هي في الآخر لكن آخر مباراة تلعب مباراة تودية أمام كوريا الجنوبية تعادل اثنين كل وأمام أوزباكستان فاز اثنين واحد فريق كوستاريكا حالياً موجود في المنطقة قريبة وحالياً المدرب لويس سواريز وهو كولومبي يعني جنسيته باعتبار من الدول الأمريكا الجنوبية المقريبة هي ضم مجموعة من اللاعبين يعني أغلبهم يلعبون بالدوريات المحلية في كوستاريكا وأمريكا الجنوبية يعني كالأرجنتين وبيرو وشيلي يعني موريرا يعني حارس المرمى مشهور عندهم وكانغو فقونيا سبورت ودوراتي بالوحدة الاماراتي أيضاً يلعب وعدك ألين كروت أنديه نادي أنديه يسمى لويس بيريس أنديه محلية ومونتيري ومجموعة من أسماء اللي تكمل العدد وهم أكثرهم في الدوريات في أمريكا الجنوبية لكن يبقى فريقه تريكة من الفرق اللاتينية الفرق اللي يتمتاز بالمهارات العالية إذا انتقلنا الفريق الثالث في المجموعة الخامسة وهو فريق ألمانيا نحن نأخذه بحسب التسلسل في القرعة حتى رائع مواجهات بين الفريقين المباشرة فالفريق الألماني الماكينات وعندنا أشهر ألقافهم يعني معروف عنهم إذا تذكر ألمانيا يذكر بيكم باور يذكر نوير وينكر برايت نار وأسماء كبيرة جيرت مولار وهذا أسماء كبيرة الفريق الألماني من الفرق العريقة واللي يتملك تاريخ كبير في كأس العالم بحراجها أكثر من اللقب يعني 18 مشاركة في نهائيات كأس العالم أربع ألقاف في كأس العالم أحرزت كأس العالم من عام 1954 اللقب الأول امتداداً لعام 1974 و82 والأخير في عام 1990 الألقاب التي أحرزتها ألمانيا لعبت مقابلها أكثر من 106 مباراة في كأس العالم إذا أكثر من 66 إلى 70 فوز إذا أكثر من 20 إلى 1 و 22 تعادل تقريباً وما يقارب 22 خسارة يعني شوف الرقم الآخر لها أكثر من 230 هدف في حين دخل عليها حوالي 125 فهذا دليل واضح على أنه فريق لديه سكور في كأس العالم بهذا الحجم فهذا دليل على أنه فريق كبير بما يملك من أسماء وتاريخ كبير يعني ذكرنا بعض الأسماء كابيكنباور جيلزمور وماثيوس كلوزا وأسماء القائمة الطويلة والفريق الألماني الكل يعرف تاريخه وفريق عريق كبير حالياً يقود الفريق المدرب هانز فليك يعني تعرف ألمانيا من الدول الكبيرة في عالم التدريب أيضاً بدليل أنه حتى في هذا التاريخ العريق في ألمانيا لم يستلم التدريب إلا مدربين قلائل يعني لا يتجاوز عددهم العشرة وبالتالي من الفرق التي تستقر عن المدرب فأعتقد هانز فليك كان خليفة اللي لوب تملك أفضل لاعبين حالياً من الأسماء الكبيرة أيضاً على مستوى العالم معروفين عندك يلعبون في أندية كبيرة كبيرين ميونيق وبرشلونة وريال مديد والسيتي وسارث هامتون وشلسي ولايب زكوا لكن القائمة طويلة يعني الأسماء نوير شتيغن في حراسة المرمى من أشهر حراس المرمى في العالم حالياً عندك روديغير ودون دوفون وكوتشاب وموسيلا وتوماس مولار وأسماء القائمة لا يسعنها فيبقى الفريق الألماني من الفرق الكبيرة والمرشح الساخنة دائماً يملك ثقافة البطولة وأرث كبير عنده في هذه دائماً وصوله للنهايات أكثر من مرة المجموعة الخامسة الفريق الرابع في المجموعة هو الفريق الياباني الفريق الياباني ممثل لآسيا ساموراي من ألقابه أو الكمبيوتر نصح التعبير أيضاً كما يطلق عليه اليابان تطورت أخيراً في كرة القدم ما أصبح من الفرق الكبيرة واللي يشار لها بالبنان على مستوى قارات آسيا وحتى تعلم مستوى بطولات كأس العالم وبتخريجها للنجوم اليابان بطل آسيا أربع مراتها أحرد لقد بطولة أمم الأسيوية وهذا أيضاً دليل خمس مرات عنده مشاركة سابقة في كأس العالم هذه السادسة تعتبر إليه وبالتالي عندما أحرد لقد بطل آسيا منذ عام 92 بدت الكرة تتطور عليهم بشكل كبير أحرد ألفين، أربعة، ألفين ودعش لأخيراً لعب في كأس العالم أكثر من 17 مباراة عنده أكثر من خمسة إلى ستة فوض تعادل، خمسة مقابل أكثر من عشر خسارات لها يعني في كأس العالم لها أربعة طعش مقابل عليها 22 دليل على أن الفريق الياباني بدأ يزيد نسبة الأهداف المسجلة له ولعليه بقى أعداد كبير أيضاً ولكن يبقى أنه يوصل إلى مصاف الدول الكبرى في كأس العالم ومنافس ومخير ممثل لآسيا دائماً في البطولات عنده في كأس القارات أيضاً خمس مشاركات يعني نحن دائماً منشيري لها لكن إشارات قليلة باعتبارها ممثلاً لآسيا طبعاً حالياً الياباني قودم المدرب مورياسو وهو ياباني الجنسية أسمائهم كبيرة أيضاً يلعبون في أفضل الدوريات العالمية في ستراس بوك شتودغارد، أرسنال، برايتون، موناتكو، سلتيك، دوصلور أسمائهم كبيرة يعني أوتاوا، مايدا، مينو، تومباسو، يوشيدا، ساكاي، هيروشيك، ناكدا، توما، كواشي ما شميدة ستراس بوك شتودغارد، إشارة أسماء كبيرة ودائماً متوزعين وبالتالي هذا أحد أسرار تطور الكرة اليابانية إنها اقتربت من الكرة العالمية في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وبالتالي أصبحت تظاهم وتنافسهم الآن انتهينا من المجموعة الخامسة وانتظرونا في المجموعة القادمة المجموعة السادسة